السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله اليوم بسوي لفة على توزيعة mx linux 21 التوزيعة هذه طبعا ليش اخترتها لانه هي رقم واحد الان في ديسترو واتش يعني هي التوب من ناحية عدد التحميلات اللي حاصلة عليه وطبعا الرقم هذا مجاعة شوائية لا 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 التوزيعة في اشياء كثيرة جميلة شدت انتباهي بامور كثيرة واحدة منها سهولة تثبيت التوزيعة التوزيعة ثبتها جربة جربة شوف انستولر حق التوزيعة هذي لحاله حكاية طريقة تثبيتها بخطوات بسيطة ما في ازعاج طبعا توزيع مبنية على ديبيان يعني في وسطات بال الحب ترى طيب ما علينا الان التوزيعة هذي ايش الموجود فيها قبل ما ان نغوص اول حاجة توزيع مو مجرد توزيع انه انبنت على ديبيان وخلاص التوزيع اضافوا عليها برامج مخصصة للتوزيع نفسه بعضهم بعض البرامج اخذه من توزيع ثانية اللي اسمه انتي اكس وهذا عادي وفي بعضها هم بنوا اهتموا باشياء كثيرة تعرف لما انك طبعا هذا الكلام يحبونه مستخدمي التوزيعات اللي يحبون التوزيع المستقر اللي خلاص ما ما راي يغير انا لو بفرمت الان لو بمسح نظامي هو ثبت شي بثبت هذي اشغال على ديبيان هالحين بس لو انه قررت ان يمسحه بروح اركب هذي على طول طبعا النسخة هذي هي نسخة اللي بسولها مراجعة الان فيها نسخة ثانية اكس اف سي برضو وفي نسخة ثالثة حقه اش يسموه؟ ما علينا انا اخذت احسن واحدة طبعا هو احسن واحدة هي انا اساسا الافتراضية عنده اكس اف سي اشياء الموجودة فيها من الاشياء الحلوة طبعا اول ما تثبت التوزيع فيها تور هذا مباشرات انه فضني يجيب وجهك بس اشتغلت تفضحنا ممتاز التور هذي كافية انه انه طبعا يرحل على النظام انك تعرف اش قاعد يصير من الاشياء الموجودة بالتور طبعا قاعد يشرح لك البانل وش الموجود فيها لو اختفيت انا قليلا لذيك سازك بجل حين بتلاحظ الشريط هذا مخصص طبعا من الاشياء الخطيرة هي هذه الايقونة لكن خلونا نشوف اش موجود هنا ابدأ ابدأ حقت ويندوز اتزعلون نفس قائمة ابدأ اكتب برامج هنا في عندك سطحين للمكتب طبعا تقدر تزيدهم عادي جدا هذه عددات النظام الفايل مانجر والفاير فوكس الافتراضي لما نجي ناخذ فرة شوين انزل تحت هنا بشريط البرامج بشي اللي موجود بالمنطقة هذي هذي شاشة مراقبة للنظام عندك السيستم لود هنا موجود فهذه التراقب النظام عندك موجود هنا هذي الحاجة الجميلة مجالة مغطف اربعة تنزل لك التيرمينل حلوه خلص تتغلك خلص تضغط مكان تروح التيرمينل بقية الاشياء عادية الشبكة والساعات طيب نرجع الحين جيتك لو جينا نكمل من هنا على السريع وش الاشياء اللي مميزة انا ما راح تشوف كل شيء صراحة زين المين منيو شيء معروف عادي جدا لكن معها كونكي كونكي مخصص كونكي المخصص هذا انت كنت تعدل فيه على كهفك ليش هو كونكي لاحظ شيء في اسطح المكتب هنا انا عندي فيديو تكلمت فيه عن كونكي هذا اسمه كونكي هنا بتلاقي عندي بالقناة بس لو غيرنا خلفية مكتب الحين راح يبيلنا اكثر الخلفية هذي والله حلو مندمج اللون معلومة الخلفية بس قلن نغير بوم نجيب حاجة في هذي اوكي شفتوا هذا اللي هنا هذا هو طبعا كونكي عبارة عن اضافة على اسطح المكتب لكن معها يجي كونكي مانجر وفي اكثر من واحد اه معرف مسبقا تقدر اختار شكله بنشوفه الحين يوبا يكتم له هنا كونكي مانجر بس كونكي هذا كونكي مانجر موجود هنا جميل لاحظ انه الان انا استطيع بالمنطقة هذي يسوي معاينة اللي يبغاه فسط على المكتب عندي فحب هذا حب هذا اي واحد منهم ومباشرة ممكن تسوي من هنا زين اللي عشان تشوف او انك تحاب تفعل هذا الكونكي فحط علي علامة صح بس طبعا اللي مشغل الان المفاعل عليه علامة صح الريدي او محدد شي لا وممكن تحط اكثر من واحد مع بعض وين راح اللي تو خلن افترض هذا شكله علو بس حط علامة صح ويجيك هنا فانتاستيك زين ممكن تضيف اكثر من واحد نعم بس حط علامة صح وخلاص كيف هذا انضاف هنا بالمنطقة هذي اللي فوق ففي اكثر من كونكي في اكثر من شكل يعني اللي اللي يهتم للقراءة العددات او الامور هذي من سطح المكتب جميلة ترى مرة يعني حنا نسوي مراجعة سريعة عليهم كلهم بس لكن الفكرة هون عندك كونكي مانجر تقدر بدل ما تقدر انت تسويه بتلاقي موجود عندك هنا وجهة جاهزة حط علامة صح وشغل اللي يتابه الحاجة الثانية في عندهم اميكس تول اميكس تولز هنا هو عبارة عن برامج ادارة توزيع اميكس تول انا احب التوزيع اللي حاطه تاتش اكرار التوزيع اللي ما حاطه تاتش اللي بس ناسخ لتوزيع ثاني وحاط لي خلفية وشوية خطوط وايقونات وسلام عليكم لا يشتغل شوية توزيع او لا تبليشن فيها فتوزيع مثل هذي جمعوا لك بعض البرامج هنا اللي بتساعدك لعل اهم شي شد انتباهي هذا موجود حتى في لينكس منت اللي هو الفكس جي بجي كيز تستخدم لينكس تدشكستي فبضغط واحدة هنا اذا عندك مشاكل بالجي بجي كيز كلها رح تتثبط عندك من الاشياء اللي ايضا مميزة بالتوزيع او الباكيج مانجر الخاص فيكم ففي اميكس باكيج مانجر موجود هذا هو شو هيقونتوا هنا في المنطقة هذه اميكس باكيج مانجر اميكس باكيج مانجر ايش المميز فيه المميز فيه طبعا محدد لك من هنا الابليكيشنز المشهورة وبناخد فرر بعد شوي على الابليكيشنز اللي جاي مع توزيعه بس عدد لك الابليكيشنز المشهورة انه ضغطة جر بي تحملهم على سبيل المثال الحصر افتاح براوزر بيقول لك هذه المتصفحات المشهورة يمكن تكون واحد يحب متصفح برايف بس حط على متصاح وضغط انستول طبعا انا ما قدر اثبت فرامج لانه مثبتها على فيرشول بوكس ومعطيها 8 جيجا وباقي 100 ميجا فما قدر اثبت برامج بس الفكرة واضحة حط علامة صح وثبت فهنا في تجميع الكل البرامج يمكن تخطر على بالك المشهورة ما بس هنا السالفة لا السالفة انه ممكن انك تحمل البرامج من ستيبل ريبو هذا حق ديبيان هذا ستيبل ريبو والديبيان باكبورتس هذي كل حقت ديبيان وفيه ريبو خاص فيه طبعا بيجيك هنا تحذير انه شف ترى هذا مستودع اختباري ممكن تنزل البرامج بنشتغل زين لا يستطني يستطني شه زيان يا الريبو ثبت اذا خرب شي يحدي بو لينوكس اوكي وفيه الفلات باكس زين فيه فلات باك موجود هنا فلات باك ايضا مستودع ممكن تحمل من عنده برامج هذا كل مرة ضغط عليه بيسوي له ونفس الفكرة ترحط علامة صح وثبت برامج كثيرة موجودة جدا يعني قد يفر من هنا بس استمتع طيب اذا فرينا على السريع شفنا الحتة هذي ياي ياي في حاجة ممتازة ديسكوفر طبعا معروف هذا حق كاي دي اي زين بكيج ماناجر خاص بكيدي اي بس الابديت حك تتوزيع هذي كله مدارة من منطقة واحدة طبعا بما انك تستخدم ديبيان خلاس او اي توزيع على ديبيان سودو ابت اوبديت اند اند سودو ابت ديست اوبغريد وضغط اندر لكن هذا بيعطيك تنبيه اذا صار في تحديثات اضغط اندر وراح يسوي تحديث لكن ميزة البرنامج انه بيقولك انه ترى في تحديثات للنظام ويلا خيره اه في ام اكس سنابشوت مره حلو بعد ام اكس سنابشوت فكرته انه ياخذ نسخة من النظام برد يعطي لك النسخة هذي يعني ملف ايزو ممكن انك تاخذ ملف الايزو هذا والثبت وفي مكان ثاني في 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 اكس سنابشوت فيه نوعين من البوتابل ايزو في واحد سيستم يعني ياخذ من السيستم ما بياخذ اعداداتك الشخصية وفي واحد ثاني شخصي بيرسنال زين فانت ممكن من هنا تحدد انه انا بي كل محتوى نظامي ولا انه فقط اه لا تعطيني معلومات المستخدمين هذا معنى انه بيكون في معك توزيع ممكن تاخذها او ممكن تاخذ نسخة احتياطية من نظامك اذا حاب او ممكن تعطي احد نفس شغلك اه الشغل امور الشغل تايم شيفت اتوقع ما معروف في توزيعات كثيرة يجي معها تايم شيفت هذا عشان تحطك نقطة ترجع فيها بالنظام وافترض انك حاب تخرب شيء الحين افترض فاتقول لاحظة قبل ما اخرب شيء افتح تايم شيفت واسوي كرييت لسنابشوت مع اي نوع شيء طيب تقريبا هذي هذي اهم المزايا قدرت اني اشوفهن تعال نشوف البرامج الافتراضية اللي تيجي معها بعد اه العاب ما يعني هذا اللي جيت معه الجرافيكس بشو هذا تيجي كام او حق كاميرا هذا ديكي من سكانر سكانر قيمب معارض صور برسام فعندنا ليبرو اوفيس درو في حد يسم في ذا ما جربت انا صراحة وكلا عشان يعرض مستردات زي بي دي اف الانترنت في تراضيا فاير فوكس يجي في كي دي اي كونكت جامل مرة اطوج زين اه وعندنا برضو كي تورنت موجود وثاندر بير لاليميل الملتي ميديا بلسا ميكسر عادي بس هذا وشو هذا هم هذا ما عرفو وفتحي سيمسر طبعا على فاتشو البوكس مكني ياخد شوية وقت خلي فكر عندنا القفسي فيو عشان الكاميرا سيئا للعرب ها هذا مشغل وصاعد يبدونه فيل سي متلطم متلطم يعني مغطي وجهه بعدين كي ثري بي للنسخ للنسخة احتياطية لمنفات العايزو نسخة سيديات طيب و سيديات اذا شفت سيديات حنصور روحه ببعض الحالات طيب فيل سي وبعدين عندنا بلخير هذا وشو هذا ويب كامد يو ويب كامد يو كامد ويشو هذا اوكي ولحظة 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 هذا سكرين شوت طيب خلصنا طبعا ميكس تولز هذي كل البرامج اللي شيفناها قبل شوي بنفس النافذة هذي بس بهالشكل هذي كل واحدة الحالة بتكون موجودة سكر هذا بعد يلا زين عندنا برضو برامج لبرا اوفيس كلها موجودة برضو هذا لبرا اوفيس الاعدادات خاصة بالنظوم يعني فيها موجود عندك بفاير ولكم فوغريشنز بعض الاشياء الموجودة اصلا كي دي اي مزين توجد برامج كي دي اي الموجودة يعني غضينا احنا اهم شي بالتوزيع مناح برامجها الخاصة اه تقريبا هذا اللي نحتاج نشوفه ترى يعني انا اكثر شي شد انتباهي يعني في نهاية المطاف يعني في سويفر هنا قطير ترى اكثر شي شد انتباهي هو انه التوزيع على ثاتش خاص فيها التوزيع فيها برامج خاصة فيها التوزيع مبنية على دبيان تفضيل شخصي يعني يمكنك أنت تحب فيدورة تقول لك حاجة مبنية على فيدورة أو ممكن ما تعجبك لأنه مبنية على كذا ولكن رأيي الشخصي في نهاية المطاف يه لو تبقل لي بتفانمت كمبيوترك الحين واش تختار توزيعه بقول لك بختار مكس واجد كيدي معجب جدا بالتوزيعه هذه أنا أي توزيعات ثاني تبون رجعها اكتوه لتحت بالتعليقات سنكرايب سووا سبسكرايب واشتراكات وريتيوت وما في ريتويت هنا بس الأشياء هذه اللي تخلي تزيد المجاهدات نشوفكم في الدرس الجاي هو درس هو لا الفيديو الجاي إن شاء الله